موسيقى في الإجرام تختبر روح العدالة والعمقها عقوبة الإعدام هي عقوبة انتقامية العدالة لا يمكن أن تنبني على الانتقام لاحظنا في المغرب بمناسبة جرائم شانعة يتم تهييج الرأي العام من قبل المطالبين بإبقاء عقوبة الإعدام لحد من تجاه المتطور والمتنامي لإلغاء عقوبة الإعدام لكن بمقابل هذه الحالات التي نبغي التأكيد بأن الحقوقيون والمناعضون لعقوبة الإعدام لا يساندون الجرائم البشعة بل يطالبون بإيجاد الحلول الجدرية لها كما أنهم ضد مرتكبيات الجرائم الشانعة لكنهم محافظون على الروح العدلة المتمتلة في إلغاء هذه العقوبة للعديد من الأسباب التي لا يمكن أن أحصرها اليوم هنا لاحظنا في الأسبوع الأخيرة أنه تم الإعفاء على الشاب إبراهيم سعدون وفرح المغاربة لإفلاته من عقوبة الإعدام الذي كان سيتعرض لها بروسيا وهذا الفرح سهم فيه حتى بعد دعونا للإبقاء على عقوبة الإعدام إذن لا يمكن أن تكون هناك إزدواجية إبننا إبراهيم سعدون كان مهددا بالقتل وبالإعدام فنفس الوضع هو معمم على كل المهددون أو المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام وقد يحكم عليهم بعقوبة الإعدام خطأا ولو تم تنفيذ هذا الإعدام سيكون يعني هو تأكيد لخطأ كما لو أننا نتجه إلى القتل وليس لتنفيذ عقوبة من أجل الحد من الجريمة هناك عدة عناصر التي تجعل نقاش مغلوط من قبل بعض إزاء عقوبة الإعدام فعقوبة الإعدام هي حاطة بالكرمة وحاطة بالعدالة وحاطة بالبلد اليوم الاتجاه العالمي التاريخ يتجه إلى إلغاء هذه العقوبة أغلبية البلدان في العالم لم تعد كثير من تلوتين لم تعد تنفيذ عقوبة الإعدام أو ألغت هذه العقوبة في إفريقيا هناك تقدم سريع نحو إلغاء عقوبة الإعدام أغلبية البلدان في إفريقيا بالضبط 43 بلد هو ألغى عقوبة الإعدام أو أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وينتظر في نوان بير القادم خلال المؤتمر العالمي لمنادة عقوبة الإعدام في برلين أن تعلن بعض البلدان الإفريقية الأخرى إلغاءها لعقوبة الإعدام المغرب لا يمكنه أن يبقى في مؤخرة البلدان الإفريقية وينبغي للمغرب أن يلغي هذه العقوبة الحطة من الكرمة لأنه تتوفر له كل الشروط من أجل هذا التقدم أولاً أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 30 سنة تانياً الدستور ينص على الحق في الحياة ويعتبر هذا الحق في الحياة هو حق أساسي وهذا الدستور صوتت عليه فئات واسعة من المغرب وإن كنت أنا لم أصوت لأسباب سياسية وليس متعلقة بالجوانب الحقوقية في هذا الدستور التي نبغي أن ترسخ والمغرب أيضاً له حركة مجتمعية وحقوقية ومناهضة لعقوبة الإعدام قوية ولها عدة امتدادات عبر شبكات عبر فعل يومي وهذا يؤكد بأن المجتمع المغربي ليس كما يقدم لنا عبر بعض التعليقات عبر بعض محاولة لي عنق الرأي العام في اتجاه معين بل المغرب أو المجتمع المغربي هو ناضج بما يكفي ليتقبل إلغاء هذه العقوبة ويساند منظومة حقوق الإنسان المغرب علينا أن نلغي هذه العقوبة لننتقل إلى مستويات أخرى ضمن هذه المنظومة التي تتطلب الترسيخ والنشر والتحفيز على تطبيقها على صعيد عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر